عايز أقول لك كنت منور متقلق في المسلسل رب أنا أخليكي شوهر تحب بقى نبتدي بدورك في المسلسل لأنه ده آخر عمل المشاهدين شافوك فيه يلا بينا يلا كلمني عن دورك في المسلسل ده هو دوري في المسلسل مبداليا تم الترشيح عن طريق الكاستين ديريكتور سروة مصطفى هو اللي كلمني وطاني يوم عطول كنت بصور يعني بساطة طبعا لأن المسلسل أو أنا من المعجبين جدا بالعمال التاريخية بتباعة حتى كمتفرج عادي يعني وإحنا كان بقالنا فترة كبيرة جدا ما تقدمش أي عمل تاريخي أو ديني في رمضان مع أن رمضان طبعته أو الأجواء بتاعته بتحتاج أننا دينية آه بالضبط صحيح ولما كان ده بيحصل زمان كان بيبقى الموضوع له دجة ولو حالة وهك كده بس ده مفتقدين وبقالنا فترة كبيرة لبس أنا عايز أقولك أن الصناعي دي كان له دجة ولو حالة وهك عشان كده احنا وسطين يعني العمل فعلا عمل دجة عمل دجة بنوعيها يعني الإشادة وعمل برضو شوية زيتها كده وانتقاداته بتاعه بس نرجع للدور بالنسبة للدور أنا بسطة لأنه هو الدور مهم يعني شخصية تاريخية مهمة جدا هو ابن الخليفة الشهير الأشهر هارون الرشيد هو نأمود ابن هارون الرشيد فترة تاريخية صعبة ومليانة حالة زخم وأحداث وصراعات والمشهب بتاعي مع حد بقيمة وقامة الإمام الشافعي وطبعا كان واجه اللي واجهه قدام النجم الخليد النبوي فبسط طبعا جدا يعني بس خليني أقولك يا أحمد أن ده مش بس الصعوبات اللي أكيد وجهتك لأن دور تاريخي لغة عربية والكلام ده كله حتى اللبس والزي وإنك تبقى يعني ملتزم بالكلام ده كله ده من أصعب الحاجات اللي ممكن تتعمل فقل لي أنت استعديت للدور ده إزاي استعديت طبعا رقم واحد بعملية سيرش ضخمة جدا عن الدور وملابساته التاريخية وتفاصيله الشخصية عاملة إزاي بالنسبة للغة أنا بحب متعود طبعا على تمثيل بالفصحة ودي حاجة ممتعة بالنسبة لي بحبها جدا ما كانش عني مشاكل في اللغة خالص وطبعا دي من المطبط اللي بيواجهها أي ممثل يعني بيستعد لأنه يعمل عمل تاريخي بيبقى اللغة اللي مش حبيبها أو اللي مش غويها بتبقى شوية فيها مليانة تفاصيل كتير بس الحمد لله كان سهل بالنسبة لي وأعتقد أنه لأ انطباع كويس عند الناس طبعا أنت لما جاء لك الورق وقريت الدور كان انطباعك إيه؟ ومين اللي رشحك للدور؟ هو مؤخرا بصراحة اللي رشحني زي ما قلت لكاستنج ديريكتور سروت مصطفى بشكره على ده ووافق علي عطول المخرج اللي ليس حجه يعني ومبسوط أن انا اشتغلت معاه هو انت بتقول رشحك وتاني يوم كنت بتصور العملية بتتم بالسرعة مش دايما مش دايما أنا أعرف أن الموضوع بياخد وقت الموضوع مليوش كتالوج قوي في التصوير بس ده اللي حصل معا أنا بمؤخرا ما بايتش عابل أي حاجة يعني في أدوار كتير جات لي بايت اعتذر عنها بس الدور ده وافقتها لي رغم أنه على فكرة مساحته صغيرة جدا بس لا أدركت أنه مشهد مهم جدا ومؤثر في مسيرة الإمام نفسه وأعتقد ده اللي حصل يعني كان فيه اشهدات كبيرة وعمل ضجة المشهد يعني عمل ضجة طب ليه كان بيجي لك أدوارك وتبتعتذر عنها ايه السبب؟ بعد مرحلة معايا من الانتشار أنا عادت فترة كبيرة بدخل في أي حاجة مش ما كنتش معتذر عن حاجة بس مؤخرا بقيت أحس أنه لا لازم بقى أركز في هعمل ايه والورقة يعني الدور ده هيضيف للينا عملته قبل كده أصلي فيه مدرستين في القصة دي مدرسة بتقول لك لا أنا لازم أعمل كل حاجة أنا ممثل وأي أن كانت دور اللي جالي حتى لو دور صغير قوي بس ليه إضافة دور مهم في القصة أنا هعمله وبنلاقي فعلا نجوم كبار بيعملوا أدوار أو ضيوف شرف تكاد تكون يعني مشهد واحد أو جملة واحد وفيه مدرسة تانية زي ما أنت بتقولي دلوقتي لا أنا هكون بيكي جدا وهنقي ومش هعمل أي حاجة فأنت روحت كنت في المدرسة دي الأول وبعدين قررت أن أنت لا أنا مش هعمل أي حاجة هو على فكرة أنا من المدرسة الأولى برضو أنا لسأيلك حاليا أنا وافقت على الدور منه مشهد واحد أنت برج إيه شكلك متردد لا خالص بالعكس يعني أنت كنت في مدرسة وبعدين بقيت في مدرسة بعدين رجعت تاني من المدرسة الأولى أنا كعايز أقولك حاجة بس أنه هو أنا معديش مشكلة معها مساحت الدور أقبل له مشهد عادي زي ما حصل في المشهد في مسلسل الإمام المشهد كان مشهد واحد تقريبا بس وافقت عليه لأنه أدركت أنه مهم فإذا أنا من المدرسة اللي تتكلم عليها صحيح ولكن أحياناً بيجي أدوار بحيث أنها مكررة يعني شبهت حاجات عملت قبل كده ففي الحالة دي هتضر هبقى بحرق على الفاضي مش هبقى الموضوع مفيد قوي أو مش هتضفلي يعني فبقى أقول طب لا أوفر ده الأوبشن جاي هكون أفضل وده حصل بيحصل يعني أنت بترفض أدوار بس أهم حاجة يكون الدور بس مدكن يعني يكون الدور مهم بالضبط